معنا كذلك في الستوديو المحلل السياسي الدكتور محمد الفيدي أهلا بك دكتور محمد معنا أهلا بك السلام على المشاهد الكريم أهلا بك الوزير وزير الخارجي عدل جبير ذكر بأنه من أبرز أهداف القمة هو إيجاد شراكة في جهود محاربة الإرهاب خلال هذه القمة كيف ستماهد برأيك هذه القمة للتعاون بين الأطراف لمحاربة الإرهاب يبدو أن هذه اللقاءات التشهورية وهذه الاجتماعات التي تسبق القمة وهي تعيد لدول مجلس التعاون الخليجي مكانتها والمملكة قلبها برعاية الحرامين الشريفين وبمكانتها الاقتصادية وبكذلك في قلها السياسي العالمي والإقليمي إذن كل هذه المحددات تؤكد لنا أن هناك نقلة جديدة في العلاقات وأن هناك توجهات جديدة والعمل على اتخاذ إجراءات أكثر جدية وأكثر واقعية وأكثر تطبيق لمواجهة ظاهرتي التطرف والإرهاب ولعلنا قد نسمع عن إعلان المركز العالمي لمكافحة التطرف الفكري سيكون مقر في المملكة قد يكون إضافة إلى تلك الجهود السابقة التي قامت بها المملكة مؤتمرات دولية لمكافحة الإرهاب وندوات كذلك دولية لمواجهة هذه الظاهرة ظاهرة التطرف والإرهاب ومركز الحوار الوطني ومركز العالمي كذلك للحوار بين الديانات والحضارات مقرفي فينا وجهود وإجراءات وقوانين سنتها المملكة لمواجهة هذه الظاهرة وعندما ننظر إلى زاوية العلاقات السعودية الأمريكية تحديدا والأمريكان عموما لا يؤمنوا إلا بالأدلة وبالتطبيقات وبالحقائق فعندما يمنحون لجائزة المعلومات والاستخبارات لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف لولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف فهم يدركون حجم تلك الجراءات التي قامت بها المملكة وحقيقتها ومواجهتها على أرض الواقع والجهود الأمنية التي قامت بها بكل احترافية وبكل جاهزية وبإمكانات تقنية إذن نحن أمام واقع جديد لمكافحة الإرهاب لعل التعاون الإقليمي والدولي يدخل كمتغير فيه وعنصر التقنية يدخل كأساس لعملية التصدي لهذا الفكر والتطرف والإنحراف لدينا تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب يضم يزيد عن حوالي 42 دولة ولدينا تحالف دولي لمكافحة الإرهاب مكافحة داعش 60 دولة بغيادة الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أن هذه الشراكة ستنتقل الآن إلى حقائق وتطبيقات وعمليات على أرض الواقع للتصدي لهذه الآفة التي آتت على الأرواح وبدلت المقدرات واستقلتها بعض الدول الإقليمية للنفاذ من خلالها من خلال ميليشياتها وإيران تحديدا التي تعبث في الأمن القومي الوطني العربي بالنسبة لإيران هل سنشهد خلال هذه القمم خطوة تجرم هذا النظام الإيراني من خلال تدخلاته في شؤون الدول وكذلك رعايته للإرهاب هذه القممة وهذه القممة الثلاث الشعوب العربية والإسلامية والأمن والسلم الدولي العالم والشعب الإيراني كذلك سيستفيد من هذه القمم التي تعمل جاهدة إلى إعادة الاستقرار الذي سلب وكانت إيران لها دور فاعل في استلابة في المنطقة للأسف من خلال تصديرها للثورة وميليشياتها التي تضرب في العراق وفي سوريا وفي اليمن الحوثيون وحزب الله في لبنان إذن نحن أمام تحدي الآن للأمن والسلم الدولي ووجود هذه الدول حدث عنها 55 دولة و37 زعيم دولة بين ملك ورئيس هناك تفاول كبير وست وزراء رؤساء وزراء دول يحضرون هذه القممة الثلاث فنحن إذن أمام حشد كبير جدا للقادة الذين بيدهم صناعة القرار وليس القرار الاستراتيجي ولكن القرار العملياتي والتكتيكي الذي يأخذ بخطوات جادة وعملية في التصدي للظاهرة التي حقيقة استشرت وتزايدت واستقلت حتى على النواحي السياسية والاقتصادية وتحولت يبدو الآن في منطقة ظل أو منطقة حقيقة فيها شيء من الضبابية فيما يتعلق بالإسلام وحشر الإرسلام في هذه الزاوية زاوية الإرهاب في منطقة ظل تحتاج إلى نوع من الفرز والبيان والتبيان من خلال هذا اللقاء الذي يجمع هذه الدول العربية والإسلامية وتأكيدا على أن الإسلام هو دين السلام ودين الرعاية ودين الإدارة التي هي فعلا إدارة سماوية توفر العدل والأمن والسلام والاستقرار للمجتمعات البشرية والإنسانية وبالتالي إذن نحن أمام حقائق هذه الحقائق ستنطلق بإذن الله قد تكون بإذن الله بشراكات حقيقية لمواجهة ظاهرة الإرهاب وسيكون بإذن الله إن شاء الله نوع من التجريب لبعض التنظيمات التي قد تتخذ من السلوك الإجرامي قطالها لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وهذه المنطقة هي منطقة الطاقة ومنطقة الطاقة هي محل رعاية دولية وإحماية دولية وهذه المنطقة هي منطقة التقال التجارة الدولية وعلى أي حال سنشاهد بإذن الله شراكات فعلاً حقيقية تدخل فيها الإمكانات والتقنيات والقدرات العسكرية متقيير في الوقاية من هذه الآفة والإرهاب طيب أنا أشكرك جزيلاً شكر وإعتذر منك ليضيق الوات كنت معنا في الاستوديو المحلة السياسي الدكتور محمد الفايدي شكراً جزيلاً لك ألافو 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 ألافو